محل متخصص ببيع الأثاث طلب تغيير ألوان بعض من قطع الأثاث للون محدد الأمثلة الموجودة عندي هون هي عبارة عن مجموعة من قطع الأثاث مطلوب تحويل بعض القطع فيها لهذا اللون فعلياً وبهذا الدرس هنتعرف على أكثر من طريقة لتغيير ألوان القطع لهذا اللون علماً بأنه بتختلف طريقة تغيير اللون من ديزاين لديزاين ومن إضاءة لإضاءة ومن نوع تصوير إلى نوع تصوير آخر يعني عندي هون على سبيل المثال فرش أسود مثلاً أو نحكي إحنا غري غامج بالمقابل عندي كمان مثلاً شغلات ملونة مثل هيك ألوان فاتحة مثلاً ألوان متوسطة أو ممكن يكون اللون شوي غامج مثلاً أو متدرج يعني من هون في كمية إضاءة كبيرة ومن هون أقل بالمقابل عندي هون يعني صورة مشبعة بالإضاءة وبنفس الوقت فيها لون فاهي عندي هون مثلاً ألوان غامجة مثلاً على سبيل المثال عندي هون ألوان بيضة يعني كيف إذن طلب تغيير لون المخدة على سبيل المثال للون أحمر على سبيل المثال أو اللون نفسه اللون المرفق فعلياً كيف بدي أخلي المخدة هاي من لونه علماً أنه لونها أبيض أو هذا اللي حرام على سبيل المثال كيف بده يتحول برضه للون المطلوب وهو فعلياً لونه أبيض فكيف بدنا نراعي أمور الظلال والهايلايتس الموجودة برضه هون الخامة مختلفة تماماً فكيف ممكن نغير فيها فخلينا نشوف بهذا الدرس كيف بدنا نغير على كل قطعة من هدول القطع ونتدرب على آلية تغيير الألم خلينا نجيب الصورة اللي فيها اللون ونسحبها لعنا لهون خلينا نشوف كيف بدنا نسحب هذا اللون ونطبقه على القطع الموجودة طبعاً بعد ما نزلتها كبس double click فهو نزل smart object صراحة مش هاممني أنا موضوع الصورة أنها smart ولا لا لأنه هي يعني صراحة أنا بس بدي أسحب منها اللون وبالتالي مش مهتم فيها خليني أعمل زوم على هاي الجزئية وأجي على اللير اللي عندي هنا وأخذ أداة object selection tool أو أي أداة تحديد أنت بتحبها فخليني أزيح مبدئياً الصورة لهون وخليني أجي على الخلفية وأروح على object selection tool على سبيل المثال واجي أضغط على المخدة وهو حدد التنتين يعني لأنهم موصولات في بعض تمام جيت بالmove tool بس أعمل هيك حركة تحريك سريعة فتمام صراحة يعني تحديد جميل يعني ما فيش فيه مشاكل مبدئياً رح أكبس على ctrl j ctrl j خلت لي المخدتين على لير لحال طبعاً بخفي وبظهر أنا فعلاً مش مبين لأنهم فعلياً فوقهم دماماً يعني بنفس المكان ولكن أنا بقدر أكبس وأسحب وبالتالي باكتشف أنهم فعلاً نسختين على العموم صار في عندي هنا لير خاصة بنسخة عن المخدتين الموجودين في ناس بتحكي لك أنا بروح من ال adjustment layer على سبيل المثال وبختار مثلاً hue and saturation مثلاً وبعد هيك باجي بلعب بقيمة ال hue وال saturation وال lightness واحتمال كمان ألعب بالcolorize على أساس أنه يغير في قيمة اللون وأقرب على اللون المطلوب طبعاً لما أعمل هيك أنا بيغير في كامل الصورة الألوان نعم بس أنا بدي إياه يغير فقط على المخدتين علشان هيك إما بكبس على option الموجود عندي هون علشان يعمل clipping mask على أساس أنه يقص هذا التأثير داخل اللير اللي تحته أو بضغط على alt مع click بين الليرتين حتى يخلي اللير تبع اللون داخل اللير تبع المخدت الآن من هون بصير ألعب بقيمة ال hue وال saturation في ناس بقولك أنا بروح على اللون المطلوب وبحط اللون هون وبعدين باجي على اللون وبصير أغير في الألوان لحتى أقرب على اللون المطلوب بهذا الشكل الصراحة هاي الطريقة طريقة جداً مختزلة وجداً ابتدائية لأنه أنت هون ممكن يكون الزبون واقف جنبك وما يكونش عندك هذا ال reference أساساً وزبون واقف جنبك فعلياً ويقولك أيوة تمام غير غير نعم هذا هو هيك أنا موافق ما هل لي مشكلة ولكن إذا أنت عندك عينة معينة بدك تطلع اللون بهاي الطريقة يعني فعلياً كأنك قاعد تلعب بازل أنت مش قاعد تشتغل باحترافية أبداً وبالتالي أنا أكيد ما رح أمشي مع هذا الحل ناس كتير بتسأل بتحكي أنت ليش بتيجي من عند ال adjustment layer وبتعمل مثلاً مثلاً hue and saturation وبتزبط القيمة وكذا وبتعمل clipping mask بعدها تمام ليش أنت بتروح من هون يعني ليه ما بتروح بتحدد اللير وبتروح على قائمة image وبتعمل hue and saturation من هون الجواب بكل بساطة إذا أنت غيرت على قيمة hue and saturation من القائمة وجيت أعملت أوكي لا قرار في التراجع خصوصاً إذا سيفت وطلعت من الملف اللي أنت فيه ورجعت فتحته بعد وقت من الأوقات فما رح تقدر تتراجع عن هاي الخطوة خصوصاً كمان إذا سيفت هذا الشغل صورة وجيت تحكي أنا والله بدي أرجع أغير اللون فالموضوع صراحة جداً صعب لأنك فعلياً خسرت خسرت layer اللير اللي كان موجود هون هذا اللير بيخليك تقدر تضغط double click عليه واتغير التفاصيل تغير اللون تغير saturation تغير الإضاءة تغير أصل اللون إشباع اللون إضاءة اللون وممكن حتى تعمل colorize وتصير تلون حتى لو كانت ألوان مختلفة عن بعض بتندمج وبتعطيك لون واحد وبالتالي الفكرة صلاحيات التعديل بينما أنت لما تروح تطبقها من قائمة image adjustment أنت حتطبق مرة واحدة وحتستمتع مرة واحدة ولكن إذا زبونك طلب تعديل فالأمر صعب جداً رح يكون نرجع لموضوع الطريقة المهنية في تغير اللون إذا كان عندك عينة ببساطة أنا رح أروح من عند ال adjustment layer من هون وحاخد أمر solid color solid color معناها لون نقي ببساطة هون لما أعطاني ال dialog box أو color bicker فعلياً أنا رح أضغط على عينة من اللون الموجود عندي بحاول أضغط على عينة متوسطة لا عينة في المنطقة shadow الغامقة ولا عينة من المنطقة الفاتحة رح أكبس على عينة في المنطقة الوسطى بعد هيك بعمل ok الآن بدي أخلي هذا اللون فقط داخل المخدات وبالتالي رح أكبس كمان زي ما تعلمنا قبل شوي alt مع click بين اللايرين وبالتالي صار اللون داخل المخدات ببساطة رح أروح من قائمة normal وسير أغير بالخيارات الموجودة لحتى أشوف إيش الخيار أو الأمر اللي ممكن يعطيني نفس اللون في ناس كتير لما تضغط على القائمة بتروح على multiply مباشرة في ناس كتير بتروح على overlay في ناس بتروح على soft light في ناس بتروح على screen طب شو الفرق بينهم وفي ناس بظل يعمل هيك في الماوس ليلاقي النتيجة الأجمل وهذا الكلام يا جماعة خطأ خطأ أنت تكبس وتصير تعمل هيك وتشوف شو الأجمل الموضوع مش شو الأجمل الموضوع أنت فاهم شو بتعمل فعليا هاي القائمة قائمة مهم جدا أنك تكون فاهمها لما أنت بتحكي عن المجموعة الأولى اللي هي مجموعة darken و multiply color burn linear burn darker color هدول الأربع أو الخمس خيارات بيعطوك نتائج غامقة بيعطوك نتائج dark burn حرق multiply غامق داركر داكن غامق فكل الخيارات اللي هون بتعطيك مقترحات غامقة بينما المجموعة الثانية lighten screen color dodge و linear dodge و lighter color هدول بيعطوك نتيجة فاتحة وبالتالي هو دمج ولكن دمج فاتح overlay و soft light و hard light و vivid light و linear light و pin light و hard mix هدول بيعطوك نتائج متوسطة دمج اللون color إذا أنت بتختار color فالمفروض أنه طلع لك عينة اللون المناسبة هون رح تيجي تحكي لي أي نعم أنت غيرت اللون وعملت طريقة متقنة و رائعة ولكن أنا شخصيا ما شفتش برغ يعني أنا لما أجي أمسك هاي أحطها هون في فرق شاسع بين هاي و هاي يعني مش مزبوط بالمرة والدليل أني أنا لو جيت بالقطارة eye dropper tool وجيت كبست مثلا مثلا على أفتح عينة من هون يعني ونفترض أنها هاي العينة أو منطقة وسطة على سبيل المثال زي هاي كبست هون مثلا فأعطاني عينة اللون هيك من هذا اللون ممتاز خليني أشوف هون نركز هون بالله نركز هون جيت أخدت منطقة وسطة من هون هاي رح أكبس واحد اثنين ثلاث اه أغمق كان هاد شوف 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 الفرق خلي عيني هون كان هيك صار هيك كان هيك صار هيك إذن أفهم من هيك أنا مشكلتي بإضاءة اللون لأنه فعليا هون أنت لما ضغط عطاك أفتح ضغط عطاك أغمق وبالتالي أنت فعليا مشكلتك بالإضاءة مرات عينك بتخدعك مرات أنت بتكون مش شايف الإشي اللي فعليا أنت لازم تشوفه لأنك أنت ديزاينر فأنت دايخ بالألوان فأنت شايف هذا غير هاد بس وين مشكلتك هل هي باللون أم في الإضاءة فأنا لما قررت جيتك بس هون على نحكي إحنا عينة وسط عطاني هاد هون أغمق إذن مشكلتي بإضاءة اللون يعني معقول مشكلتي بعينة اللون صراحة لا لأني أنا كبسة double click وسحبت عينة من هون فاللون تمام إذن أنا مشكلتي مش مع اللون أنا مشكلتي فعليا مع إضاءة اللون خليني أحدد اللير هذا على سبيل المثال اللي هو لير المخدات فعليا وأروح على adjustment layer وأجي أخذ على سبيل المثال أمر brightness and contrast وأجي أرفع نسبة اللي brightness شوي اللي هي نسبة إضاءة اللون وبالتالي لما رفعت الإضاءة طبعا هون أنا برفع بس إضاءة هاي لأنه فعليا عمل clipping mask لحاله وكأني كبست alt وعملت click بين الليرين خليني الآن آجي واروح على eye dropper tool واكبس مرة تانية على عينة من هون واتطلع على اللون واكبس هون آها لسه غامج بدي إياها شوي أفتح كمان رحت برضو على brightness and contrast خففت ال contrast شوي ورفعت الإضاءة كمان أوكي خليني الآن أروح مرة تانية بال eye dropper tool كبست كمان مرة هون وكمان مرة هون كل ماله في بسهير فرق أقل كبست بمنطقة وسطة وبمنطقة وسطة أها طلع شبه بطل يتغير مرة تانية بمنطقة وسطة بمنطقة وسطة شبه ما بتغير شوي التفتيح هيني جيت من هون فتحت كمان شوي على سبيل المثال خليني آجي أعمل قياس لشغلة تانية أنا بدي أتأكد أني أنا على نفس اللون فأنا كبست كليك هون في منطقة وسطة كبست عليها بحكيلي أنت على درجة hue 211 ممتاز جيت من هون كبست كمان مرة وكبست عليها 211 شكرا رائع إذن أنا على نفس اللون طيب جيت كبست مرة تانية هون هون بحكيلي درجة saturation ألا وهي الإشباع للون 21% درجة إضاءة اللون 76% خلينا بله نحفظ إحنا درجة الإشباع نقول 20 درجة الbrightness 75 طيب جيت كبست هون وكبست عليها بيقول لي درجة الإشباع 71 قلت 4% saturation موافق ولكن الbrightness 21% 71 عفوا إذن أنا محتاج أني كمان أفتح اللون ليوصل تقريبا 75% بعد ما زبطنا بالإضاءة أكتر وهينا كبسنا على المخدة مثلا بمنطقة وسطة كبسنا هون أعطاني 75% تقريبا وبالتالي ممتازة وهي هون تقريبا يعني range السبعينات بداية الثمانين فإضاءة ممتازة الآن هون أنت أكيد شايف فرق يعني بتقول أنه لا هاي مش زي هاي ولكن ما تنسى أنه طبيعة الخامة هاي ممتصة للإضاءة بينما طبيعة الإجماش هاد هو شبه عاكس للإضاءة وبالتالي بدك تاخد هذا الإشي بهين الاعتبار بالإضافة أنه أنت هون لما تطلع فيه حفة هون فهي اللي بتسبب هذا الضياع وأنه بتحس أنه اللون بفرق ولكن أنت للوهلة الأولى بتحس لما تقرب كثير أنه فعليا اللونين زي بعض ما فيش فرق فعليا علشان تتأكد لو جينا على اللاير هاي وعملنا ماسك بالله هيك على السريع برش وهونا خليته يعطيني ألوان أبيض وأسود وخليت الأسود فوق وجيت رأيت كليك والهارد نس خليتها صفر على أساس أمسح شوي هيك من هاي الصورة وأشوف إذا اللونين اداخلوا مع بعض كيف الأمور بتكون ففعليا يعني صراحة ما في فرق بين اللون وبالتالي هاي طريقة رائعة أنك أنت تعرف هل في فرق بين اللون ولا لأ علما بإني لو جيت من عند اللون وغيرت بدرجته شوي صغيرة رح أخرب الدنيا ورح ألاحظ الفرق إذن الفكرة بتصفي بتغيير الألوان إنك لما يكون عندك عينة تعرف تتصرف بهالطريقة هاي عندي الصورة هاي على سبيل المثال وبرضو نفس الإشي يعني في عندي برضو عينة بدي أستخدمها لهذا الموضوع طبعا ببساطة نفس التكنيك رح نعمل إحنا بدنا نحدد الأخضر الموجود هذا ونغير لونه للون المفروض وبالتالي برضو بتستخدم أي أداة تحديد أنت بتحبها ممكن تاخد Object Selection Tool ممكن تعمل Selection واو هايو أخذ الأخضر تقريبا كامل ممتاز هاي شفت حددنا كمان المخد اللي هون هنا ما أخدهاش المخده هاي فكيف بدنا ناخدها عن طريق أكيد Quick Selection مثلا ممكن أكبس وأسحب وآخذها بطريقة يدوية بهذا الشكل طبعا أي أخطاء بنصير Alt ونعدل يعني إذا طلعت لبرة ممكن تعمل Alt وتعدل على التحديد بطريقة أو بأخرى طبعا هنا برضو هايو ما أخذ مساحة مش مطلوبة وبالتالي باجي برضف الأمور حتى يكون 100% هاي هون مثلا بضيف التحديد نعم هيك الأمور تمام فباجي ممكن أخذ الموف تول وآجي أحرك تحريك بسيط هيك أشوف هون مثلا ما أخذ جزء من الأرض على سبيل المثال وبالتالي برضو بالQuick Selection بعمل Alt وبتراجع عن الموضوع بحيث تكون الأمور تمام الآن هون بالوسط كمان مثلا ممكن أجي عن الQuick Selection وشيل التحديد عن المنطقة اللي هون يعني برضو إحنا ما بدنا شي ممكن ناخذ المنطقة اللي بالداخل زي هيك ولكن منطقة الخشب هاي لا ما بديش إياها الآن ببساطة رح أعمل كمان Ctrl-J أكيد عشان أكرر نسخة من اللير بهذا الشكل مثل ما تعلمنا في المثال السابق ببساطة برضو رح أجي من Solid Color وخليني من هون أشغل هذا اللير من Solid Color من هون تيجي بتعمل أو عفوا من Adjustment Layer بتعمل Solid Color وبتيجي تكبس على اللون تبعنا نحاول قدر الإمكان يكون مندمج مع أطرافه تقريبا بهذا الشكل أوكي تمام Alt مع Click بين الليرين الآن حددت اللير Solid وجيت من القائمة وبرضو عملت له Color الصراحة أنا حاسس أن الضبط معي بدون أي تعديلات بدون أي تحسينات يعني مية بالمية صراحة ما في أي خطأ يعني نتيجة رائعة ولكن زي ما حكينا مسبقا يعني إذا أنت حابب أنك تبدل بالإضاءة شوي وتحسن من الإضاءة أو تيجي على الأقل تعمل كشف لهذا الموضوع أنك تكبس على لون متوسط مثلا هون فنشوف يعني نقول مثلا 210-15-80 كبست هون مثلا 210-15-80 قول 210-15-85 يعني بدها شوي التفتيح يعني هون تمام هون تمام ولكن بدها شوية Brightness وبالتالي ممكن أروح على الصورة من Adjustment Layer أحكيله مثلا Curves من شرط Brightness and Contrast هاي Curves مثلا وفتحت شوي صغير اللون بحيث برضو أجي مرة تانية على القطارة وأضغط مثلا هون وحيعطيني الآن نسبة أقرب خليني أشوف هاي هنا كانت 75 هنا لا تسعين وبالتالي صارت كتير فاتحة هاي منطقة وسطة هون تمانين منطقة وسطة هون تمانية وتمانية لا صار كتير فاتح إذن بروح على الكيرفز وبقلل من نسبة الكيرفز شوي باجي برضو على شوف أنا بتطلع ما بتطلع على الصورة ما بتطلع على الناتج أنا بتطلع على الأرقام الأرقام أدق من العين تحديدا إذا كنت شغال على شاشات إذا شاشتك شاشة أو لابتوبك لابتوب فالشاشة عبارة عن خدعة لازم تتفرج على الأرقام إذن من هون أنا جيد كبست مثلا هي على اللون كبست على العينة هاي أعطاني تقريبا أروند 85 80-85 هون أعطاني ممتاز ممتاز رائع فوصلنا للدرجة المطلوبة خلينا نعمل زي المرة الماضية عملت ماسك من هون أخدت اللي برش باللون الأسود وهي اللي هو دائرة اللي برش وجيت أعملت مثل هيك فبلاقي فعلا أنه اللونين مدموجين ببعض بطريقة جدا رائعة وحتى الألوان الغامجة من اللون زابطة كثير وأمورها تماما الموضوع اللي بعتبره صعب شوي هو تغيير الألوان البيضة لما تيجي يكون عندك على سبيل المثال يعني حرام أبيض مثلا وبدك تغير لونه للون معين على سبيل المثال من لون الموزي بدنا نخلي مثلا أو من لون التفاحة مثلا فكيف ممكن نحصل على هذا الشيء لو جينا برضو هون من أدوات التحديد وأخدنا الـ Object Selection Tool وحددنا وباللاسو تول ضفنا الأماكن اللي ما أخدها عملت شفت وضفت الأماكن اللي ما أخدها وعملت كالعادة Ctrl J وبالتالي صار في عندي هذا اللير وبدي أخد من هذا اللون يعني عشان أحط لون على نحكي الإحرام هذا لما جيت من الـ Adjustment Layer أو خليني قبل ما أروح على الـ Adjustment Layer لو رحت على القطارة من هنا وسحبت من لون الموزة يعني كبست عليه كبسة فسحب لي عينة منه فلما تعمل الآن Solid Color بيأخذ اللون وبالتالي Alt Click فأخذ اللون بالتمام والكمال رح تيجي تحكي علمني سعيد أروح على Color ولكن Color رح تخضعك ما رح تعطيك اللون المناسب خصوصا أنه هذا اللون أبيض لذلك أنت مضطر أنك تكون عارف كيف تتعامل مع الـ Adjustment Layer وتحديدا مع خيار Levels وCurves أمر Levels وظيفته يغمق الغامق وبالتالي شوف كيف فعليا المناطق الغامقة اللي هون رح تصير جدا ممتعة وجدا رائعة إذن صرت بغمق الغامق بالمقابل أكيد ما رح أفتح الفاتح بالعكس أنا رح أغمق الغامق شوي حتى أوصل لهاي النتيجة تقريبا قوة الإضاءة اللي موجودة هون صراحة لابد منها لأنه هي أوريدي موجودة يعني أنا لو طفيت كل إشي هاي بقعة الإضاءة أو الـ Over Exposure الموجود هون هذا لابد منه صراحة وبالتالي أنا ما رح أتلاعب فيه إذن هنا الإضاءة واللعب بالـ Levels أعطاني إيحاء بجمال التكسجر أو جمال الماتيريال الموجودة ما انتمسط أو ما اختفت الماتيريال بالعكس ولو جينا كمان على هاي المخدة مثلا وجيت حددت اللير تبعها ورحت كالعادة على الـ Object Selection وضغطت عليها بالمقابل الطرف اللي موجود منها هون ممكن أعمل عليه زوم وباللا ستول أجي أعمل Shift وروح أضيف هاي المنطقة بشكل يدوي سريع جدا تمام وجيت من هنا وعملت كمان Control J الآن عندي أنا هذول الخيارين أوريدي موجودين ليش أعمل إجداد؟ ليه ما أمسك التنين وأعمل Alt وأسحبهم هون آه لونوا كل الصورة دمروا الدنيا Alt Click Alt Click إذن صفة عندي تلوين بهاي الطريقة الحلو بالموضوع يا جماعة التكسجر الخامة واضحة جدا مفيش فيها أي عيب على فكرة حتى لو غيرت اللون حتى لو كبست Double Click وشيت أخدت لون ثاني وثالث ورابع فعليا هون لما أخدت اللون الأحمر صار فيه خطأ ليه؟ لأنه أنا مختار لون أحمر غامج ليش عاطيني أحمر فاتح لأنه إحنا حكينا من بداية الأمثلة وبداية الدرس أنه إنت ما بسير تكون حافظ لازم تكون فاهم إحنا حكينا لما إنت تاخد لون غامج وبطلع بطلع معك فاتح طبعا لأنك أبيض اللون اللي ورا أبيض وإنت حاطة color وبالتالي كيف بدك تلون الأبيض فمش منطق فعشان هيك يا جماعة أنا من القائمة من هون رح أخد أمر هالمرة من أوامر التنفيذ والدمج الغامج color burn على سبيل المثال linear burn إذا بدك إياه محروق حرق فعندك الخيارين هدول عطوك شيء أجمل بالإضافة أنه هون أنت ممكن تطفي الإضاءة أو تضويها اللي أنت عاملها من قبل فممكن تغمك كمان أو تفتح أو إذا اضطريت أنك تفتح الفاتح برضو بصير بس هو يفضل أنه لا المخد اللي ورا هاي اللي هون برضو لونها أبيض فلو جينا على ال object selection tool كمان ومشينا هنا وحددناها بطريقة سريعة وبدأ ألونها بهذا اللون وإضاءته كمان فأنا أردي هنا محدد اللير فعملت control J كمان فعطاني منها نسخة حددت هدولة وعملت alt وكررتهم لهون وبالتالي كبست alt ودمشت مع اللير هاد فعطاني ناتج الدمج الرائع هاد ولا عليه أي تعليق من الشغلات الرائعة اللي ممكن أتكلم فيها في هذا الدرس اللي هي أنه أنا اللون الأحمر هذا اللي قدامي لو كبست على اللير نفسه من هون double click ودخلني على ال layer style أو ال blending option من هون عندي current layer ممكن أسير أسحب يمين أو شمال فبروح اللون أو برجع حتى ال underline يعني هون بتصير تشيل اللون من منطقة معينه هاد ولكن هون دمج اللير ولكن أنا عملت alt وسحبت من هون فصار يعطيني أحمر فاهي فاتح مؤثر فيه اللون الأصلي اللي تحت أو لأ وبالتالي أنت بسير تعطي نكهة من الأحمر أو لأ أحمر أحمر داكن فأنت بتتحكم بهذا الإشي حتى من هون كمان ممكن تسير تتلاعب بال layers أو عفوا ال points الموجودة من هون طبعا مع alt هاي alt كمان نفس الإشي بسير تتحكم ولكن أنا صراحة كان بهمني بس هاي الجزئية اللي هي أنه يكون الأحمر فاهي أو عادي طبعا هذا blend of أو if gray عفوا ممكن ناخد أي لون تاني ولكن إحنا بالعادة بنشتغل على اللي gray هل يعقل إنه اللي حرام اللي موجود هون أنا بحكيش عن هذا الحرام البلاستيكي والجلدي أنا بحكي عن هذا الحرام هل يعقل إنه أقدر أجيب النتيجة هاي أو عفوا هاي صراحة يعني إشي صعب شوي إنك إنت حرام أسود يعني غامج كثير بنفس الوقت بدك تخليه ياخد من درجة فاتحة هي مش منطقة بالنظام الغرفة ولكن إحنا بالنهاية بنتدرب وبنتعلم تكنيكس فوتوشوب فلو فكرت تعملها وخليني أجيب الله على اللاير اللي هون واحدد الإحرام الموجود أنا بحكي عن هذا الإحرام اللي هو هاد هاد اللي هو هيك المربعات هذا فجيت عليه من هون وobject selection أشوف أتوقع إنه ما رحي لا والله شافه شافه بس هون أخد قطعة زيادة فلا ما بدي فأنا مضطر إني أمشي معه بالكويك سيلكشن تولي فجيت من هنا وهيني بلشت أمشي بالطريقة هاي طبعا هاي قلت بشيل المناطق اللي مش صح وبسير أضيف وأنقص لحتى أوصل لمرحلة إني أنا محدد هذا الإحرام طبعا أنا بعرف في ناس ما بتحب هذا الأسلوب في ناس بتقولك أنا يا عمي بحب يعني أشتغل على البنتول وخلص برضو بسير أنا صراحة كنت منهم ولكن لا يعني بعد الذكاء الاصطناعي وهيك صرت بحب إني أحدد بإيدي هاي هيك تقريبا يعني فنشنا ولكن هون هاي Alt في بعض المناطق فيها أخطاء فكلها بعدلها بهذا الشكل هاي هون كمان في خطأ هاي Ctrl Z طبعا أنا كل شوي بكبس Ctrl Z بعدل تمام هاي من هنا برضو أخذنا شوي هاي من هنا كمان شوي تمام هاي مثلا لهون ممتاز الآن هذا القسم هاي هون Alt ما أخذ أجزاء ما بدي إياها تمام أوكي أنا لو لو شوي يعني كان في خطأ عادي يعني بالنهاية إحنا منتدرب والمطلوب منكم أنتوا أنكم تحددوا صح 100% فخليني أجي بالPenTool مثلا وأضغط مثلا من هون لهون Alt عدلت الأكستنشن مثلا لهون بعدين كبست من هون لهون وعملت كمان Alt عدلت الأكستنشن مع Space علشان أضبط المكان هاي Alt وعدلت هاي مثلا كمان لهون هاي Alt وكمان عدلت هاي مثلا لهون وجيت سكرت التحديد Ctrl Alt Enter علشان يفرغ من التحديد اللي أوريدي موجود أنا بعرف إنه في أخطاء ولكن بدنا نمشيها شوي من هون كبست Ctrl J كالعادة وبالتالي صار هذا على لاير لحال وهو المطلوب حددت اللي أير هذا وكالعادة جيت على Solid Color وكبست على لون وسطي من اللون وكبست Alt وخليتها داخلها وجيت من هون وعملت Color الفكرة مدهشة صراحة يعني في اختلاف ضخم بالموضوع طبعا لأنه اللون الأساسي لون غامج اللون الأصلي لون غامج فما تتوقع توصل لهاي الدرجة بسهولة فلابد إنك تكون حريف Photoshop وفاهم شو بتعمل لأنك هون أنت في الفخ فعليا كيف بدي أوصل لهاي الدرجة من ال Adjustment Layer أخدت من هون Option Levels مبدئيا وخليني أجي أفتح الفاتح شوي علشان أخلي الصورة تضوي أخلي يعني الإحرام هذا يضوي لأنه فعليا محتاج جد أفتحه أفتح الفاتح باستخدام أمر Levels Levels مختص بتفتيح الفاتح وتغميق الغامج على فكرة أنت إذا عملت هيك رح تخلي هذا أسود داكن على الآخر ليه؟ لأنه Levels وظيفتها تفتيح الفاتح وتغميق الغامج فأنا بدي أفتح الفاتح وبالتالي فعلا فتحت الصورة بهذا الشكل وبالتالي قربنا شوي أي نعم طيب خلينا نيجي الآن على Curves أو Brightness and Contrast وخليني أرفع ال Brightness شوي صغيرة قربت أكثر تمام من هون كمان ال Contrast ما بدي أرفعها كتير لأنه هون ال Contrast فاهي باهت خفيف وبالتالي بخفف ال Contrast قد ما أقدر الآن خليني أقرر بالقطارة وليس بعيني خلينا نشوف من هون في عندي ألوان غامقة وفي عندي ألوان فاتحة يعني خلينا نشوف يعني هاي هنا في فاتح وفي غامق فخلينا بلا نشوف هون من اللون الغامق بدي أجرب أخذ فأخذت القطارة وكبست على أغمق لون فعطاني هذا هذا اللون اللي هو 209 نحكي إحنا 50-30 210 نحكي 50-30 طيب مرة تانية كبست على عينة اللون كبست من هون على أغمق نقطة ومن هون على أغمق نقطة شوف التغيير مرة تانية هون هون التغيير بيصير إن الصورة بتصير إيش خلينا بلا بالأرقام ما بديش أحكي أبهت وأفتح وكذا بدي أحكي بالأرقام لهيو ما اختلفناش لأنه اللون صراحة ما تغيرش تقريبا ما تغيرش تغير واحد بالمية إلى ثلاثة بالمية ما عنديش مشكلة الساتيوريشن اللي هو قيمة اللون إشباع اللون نركز عليه خمسين أشوف هون ستين أغمق لون أنا بحكي سبعين أغمق لون أغمق لون سبعين خمس وستين سبعين خمس وستين تمام بالمقابل هون لا عفوا هاي هاي تلاتة وأربعين خلي بالله أزوم أكتر أخذ منطقة غامقة تلاتة وخمسين خمس وأربعين تسعة وثلاثين سبعين تمام إذن هون أغمق منطقة فعليا سبعين تمام أربع وسبعين تمام إذن شغلنا صح طالما أنت من هون سبعين وأغمق منطقة من هون سبعين تمام خلينا نشوف الآن أفتح منطقة من هون تسعة تاش طيب بالمقابل أفتح منطقة من هون طمانطاش مرة ثانية هاي عينة ثانية قول سبع تاش عينة كمان من هون طمانطاش ممتاز صراحة ممتاز إحنا يا جماعة أخذنا نفس اللون ظل موضوع الإضاءة نتأكد منها أربع وتمانين نسبة البرايتنس جيت من هون عن نص تمانية وسبعين هون عن نص واحد وتسعين إذن إضاءة عالية مرة ثانية منطقة وسطة من هون سبعين منطقة تقريبا وسطة من هون تسعين إضاءة عالية إذن من هون رح أخفف نسبة الإضاءة هاي cancel نسبة الإضاءة دخلت عليها وخففت شوي من نسبة الإضاءة ممتاز ممتاز إذن هيك طبعا بعد برضو ما نقعد نجرب كمان مرة ونتأكد من اللون ولكن مبدئيا هاي بالماسك جيت من هون وبرضو خفيت شوي منها وبالتالي اللون تقريبا الداخل ما فيش فيه أي خطأ في اللون ولكن فعليا إحنا هون بنحكي شغلة مهمة نوع الخامة يا جماع نوع الخامة هاي strong خامة قوية ملمسها الخشن خشن جدا عكس هاي هاي الخامة جدا جدا نعمة soft وبالتالي هون الفكرة بتصفي يعني أنا ممكن أطبق اللون تبعنا على هاي على فكرة هيطلع عاكس وبتحسه زي القزاز فأكيد طبيعة رح يختلف عن اللون تاعنا ولكن نفسه هو نفس اللون نفس الإشي وهيها مندمج معاه يعني مية بالمية ولكن الفكرة بطبيعة الخامة حتى إذا كان عندك قطعة مثلا لونها أسود مثلا بدك إياها تصير أبيض أو مثلا قطعة بيضة على سبيل المثال وبدك إياها تصير سودة بنفس الطريقة بيكون عندي لير solid وبغير الموت طبعا لملتيبلاي بحالة الأسود وحنتدرب على هذا الإشي ونشوف آلية تغيير لون على سبيل المثال قطعة من الأثاث أصل لونها أسود مثلا زي هذا الإحرام أسود كيف ممكن أحوله لأبيض بالمقابل إذا عندي مثلا قطعة لونها أبيض كيف ممكن أحولها أسود إحنا ما بنحكيش عن الألوان إحنا بنحكي عن الأبيض والأسود إذا كان في عندك قطعة معينة أو منتج معين لونه أسود بدك إياها يصير أبيض أو لونه أبيض بدك إياها يصير أسود الموضوع ما إلو علاقة بالألوان كتدريب بداي حددنا من هنا الإحرام و كونترول جي اعملنا فيه لير لحال كالمعتاد من الأجستمنت لير بكل تأكيد من solid color حكيت له بدي لون أسود أو مش أسود يعني 90% تقريبا بنخليه أوكي الآن بعمل كالعادة alt مع click على solid حتى يصير داخل القطعة من القائمة من هون هذا أسود فعليا فإنت لو تعمل color فعليا على الفاضي مش رح يأثر أبدا لأنه المود تبع color مود بغير نحكي إحنا اللون ولكن أنت مختار أسود أو أبيض وبالتالي أنت لما طول ما أنت على الصف هذا صف الأبيض والأسود ما فيش أي تجاوب غير أوكي ولكن طول ما أنت على الأبيض والأسود ما رح يكون فيه تجاوب علشان هيك أنا وقفت على سبيل المثال هون وعملت أوكي الآن اللي رح يجاوب هو multiply لأنك أنت فعليا بدك تعطي نتيجة غامقة ومن هون كل ما عطيت gray كل ما صرت تتحكم بدرجات الأبيض والأسود لأنه موضوعك الآن صفه موضوع إضاءة طبعا أنا لو جيت اخترت هاي الدرجة تقريبا يعني هاي الدرجة وعملنا أوكي لأنه الآن إحنا لعبتنا مع الإضاءة وليس مع اللون أنت حطيت اللون الأسود واخترت multiply ولكن الآن بدك تيجي من ال adjustment layer وصير تلعب بإضاءة الإحرام لو جيت على brightness and contrast مثلا وبصير أخفف منها أرفع ال contrast أقلل وما إلى تلك حتى لو جيت على levels كمان ال levels رح تعطيك تأثير خرافي الصراحة جيت من هون غمكت الغامج شوي جيت من هون فتحت الفاتح شوي تمام ومن هون برضو بتحكم بكمية السواد اللي بدي إياها للأبيض والأسود وبالتالي بلاقي ال object فعليا تغير لونه كليا من الأبيض للأسود في تحكمات أكتر وفي أني لسه أكبس على هذا اللير وروح من قائمة image adjustment وممكن أخذ shadows and highlight shadows and highlight ممكن تمتعني أكتر وأكتر بالتفاصيل وبالتالي ممكن أعدل على نسبة السواد من shadows and highlight حتى يصير رتش بلاك يعني شوف هنا كان رمادي إحنا مش ملاحظين ولكن الآن صار أسود داكن وتحول من الأبيض الساطع إلى الأسود الداكن بشوية تأثيرات في ناس بتحكي لك أنا ما بستخدمش هدول أساساً يعني levels وبرايتنس ما بستخدمهم مش أساساً أنا بروح مباشرة على shadows and highlight وبتلعب بالshadows and highlight وخلصنا برضو كلام صحيح 100% القطعة السودة اللي عندي هون برضو بالobject selection وبالlast tool جينا عدلنا على هذا التحديد وcontrol J أكيد علشان يعطيني اللاير الجديد solid layer لون أبيض أوكي alt click فرغناها من القائمة من هون برضو بعمل color تمام يعني الآن صراحة ما استفدناش إحنا لأنه فعلياً color تقريباً ما عملتش إشي لأنه إحنا حكينا بالمثال السابق أنه إنت لما تكون تشتغل على الأبيض والأسود معناها أنت بتشتغل على موضوع الإضاءة وليس اللون وبالتالي اللعب الصح رح يكون أنك إنت بعد ما اخترت أبيض وعملت color بتيجي الآن على هذا اللاير وبتروح من القائمة وبتاخد brightness and contrast على سبيل المثال بترفع لbrightness ممكن تقلل شوي من ال contrast حتى الأبيض اللي بده يطلع ما يكون ساطع جداً برضه من ال levels من هون ممكن أفتح الفاتح على سبيل المثال وبالتالي بحصل على هيك نتيجة حتى من هون كمان بصير أتحكم بكمية اللون الموجود عندي شوف هون الشادوز كثير غامقة فأنا من هون بصير أخفف من قوة الشادوز وبالتالي شوف صرت أنا مش بس حولت الأبيض لا ولسه بتحكم كمان بنسبة الإضاءة الموجودة وبالتالي صار في عندك أدوات تحكم هون تتحكم باللون الأبيض متل ما بدك وما تنسى برضو brightness and contrast بتخليك كمان اتعدل الآن ممكن أنت تحط levels تحت ال brightness وبالتالي هون صار في عندك خيار رائع كمان أنك أنت تطلع لون أبيض حقيقي مثل هيك طبعاً من هون برضو بعد الأكثر هي ممكن أخفف من هاي شوي إذا كان في عندك ضلال أكثر لو جيت أتطلع على هاي الصورة نشوف هون اللون الأبيض كيف بيكون بينما عندي هون كيف هلا هون يعني بالنسبة للون الحيط واللون هذا فاللون الأبيض اللي هون ما أخذ شوي صفار أو بيج من الألوان الموجودة في الغرفة هون يعني أنا ما بدي هذا الإشي أنا بدي اللون الأبيض فعلياً يكون هون نقي فعلياً هون أنا شايف أنه الظلال المفروض أنها تكون أخف حدة من الظلال الموجودة عندي هون وبالتالي ممكن أروح الآن على الأمر اللي حكيناه برضو مسبقاً اللي هو Shadows and Highlight وبرضو من هون أسير أتلعب بقوة الشادوز الموجودة فأنا ممكن أفتح الشادوز شوي ممكن أعمل Show More Options على فكرة وأسير أتحكم بالمناطق البيضة أكتر أزيد من نصوحها أو أقلل حتى من هون برضو بالشادوز ممكن أسير أخفف أو أقوي من الشادوز فهيك إحنا حكينا كيف ممكن مش بس أغير اللون لأبيض أو أسود لا وأتحكم كمان بدرجة قديش غامج وقديش فاتح على فكرة في ناس لما تحول لأبيض وأسود بقولك أنا بدي أنكه نكه بسيطة مثلاً من اللون الأصفر وبالتالي شوف كيف أنت لوزحت المؤشر شوية صغيرة بس لجوة حينكه باللون الأصفر ولكن لا أنا بدي أبيض تماماً أو أسود تماماً وبالتالي بتضلك على الخط الأخير وبتتأكد أنه Saturation صفر Saturation صفر يعني ما فيش لون عندك في الصورة بالختام بدي أأكد على شغلة تغيير اللون لازم يكون بشكل حرفي في ناس كثير عندها طرق أخرى وممكن يجيني أكثر من حدا ويحكي لي لا في طرق أحسن أفضل كثير نعم صحيح Photoshop عالم تشتغل بالطريقة اللي أنت بتريحك الطريقة اللي أنت بتشوفها أدق فهي الأفضل والأريح لإلك برنامج فيه آلاف الأوامر آلاف الإختصارات وآلاف التقنيات وبالتالي في ناس تشتغل بطريقة وبتطلع النتيجة صحيحة وناس تشتغل بطريقة تانية وبتطلع بنتيجة صحيحة وبالتالي كل شخص وما يهوى من الأوامر ترجمة نانسي قنقر